تعرفي على أجواء العيد في تونس ينضم إلينا مراسلنا ياسر دبابش ياسر كل عام أنت بخير يعني أتونس تستقبل العيد الأضحى هذا العام في ظل غيابي ووفاة رئيسهم طبعا الباجي جايد السبسي وتطورات سياسية أهمها لاستحقاق الرئاسي لانتخابات رئاسية شهدت ترشح العشرات لحد الآن كيف تبدو الصورة كيف تبدو الأجواء هل سيطرت السياسة على فرحة تونسيين بعيدهم زميلة داليا كل عام وأنت بخير ومتابعين أيضا بالفعل السياسة هي من سيطرت وكذلك الأوضاع الاجتماعية من سيطرت على أجواء عيد الأضحى المبارك في تونس رئيس الوزراء يوسف الشاهد والرئيس المؤقت محمد الناصر وعدد من المسؤولين أدوا صلاة عيد الأضحى اليوم في العاصمة التونسية طبعا هنا الحديث عن الانتخابات لساعات قبيل أول أيام عيد الأضحى بعد أن أعلنت الهيئة هيئة الانتخابات المستقلة عن رفض تقريبا ستين مطلبا من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الظروف السياسية الانتخابات الرئاسية المبكرة والبرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل وكذلك رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي يعني هذه طغت على أجواء العيد هنا في العاصمة التونسية التي بدت أيضا شوارعها فارغة بعد أداء صلاة عيد الأضحى هناك عادات وتقاليد لا تختلف كثيرا عن العواصم العربية نعم طب ياسر يعني دعنا نتعرف أكثر منك على عادات الشارع التونسي في عيد الأضحى المبارك ما الذي يفعله التونسيون؟ نعم تجميع العائلات والأسر في منازل العائلة الكبيرة إنجاز التعبير هنا شوارع العاصمة التونسية شبه فارغة بعد أن غادرها عدد من الوافدين والذين يعملون في العاصمة التونسية إلى أنحاء متفرقة إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب وفي وسط تونس يعني هناك وزارة المعنية حددت نقاط لذبح الأضاحى كذلك الحكومة التونسية أعلنت إجازة رسمية بيومين فقط بمناسبة عيد الأضحى يتم ذبح الأضاحى في أماكن حددتها السلطات الرسمية وكذلك هناك بعض التونسيين في عدة مناطق لسيما في الجنوب يقومون بذبح الأضاحى في المنازل وأيضا ومشاركة أطفالهم والكبار والصغار هي فرحة العيد بالتأكيد داليا ويعني يقصد بها هنا على أغلب لم الشمل الأسر التونسية تنتهز فرصة العيد للم شملها سيما وأن هناك الكثير من الوافدين على العاصمة مثلا يغادروها فقط في أيام عيد الأضحى هي مناسبة لجمعهم والتسامر والحديث والمشاركة في فرحة العيد رغم المرغسات الاجتماعية والاقتصادية كذلك شكرا ياسر كل عام وكل الشعب التونسي بألف خير شكرا ياسر